الغصب مشيخنا عندما نتكلم عنه لا نقصد به السرقة الغصب مختلف عن السرقة الغصب مختلف عن إيش؟ عن السرقة الغصب يعني هنا انظر أخذ المال قهراً بس بدي نطلع على مجالة الحكم العدي ماذا عرفته؟ أو قبلها اصطلاحاً أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه يعني يدك على المال ليست يد ملك يسمي يد غصب فأخذ مال أحد غيرك وضبطه وهذا الشخص لا يوافق لك أو هو إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة يدك محقة أنا أزلت وضعت يدي إيش؟ المبطلة في مال متقوم محترم يعني قابل للنقل بغير إذن مالكه هذا بناء على أن عند أبي حنيفة العقار لا يقصب سيأتي معنا حتى لا يضمن الغاصب زوائد المغصوب مثلاً أنا غصبت منك شاء هذه الشاء الآن التي غصبتها منك ولدت يدي على الولد يد أمانة ليش؟ لأنني أنا ما أزلت يدك لأنها إزالة يد محقة وإثبات يد إيش؟ مبطلة الشاء أزلت يدك عنها وأوضعت يدي بس الولد أنا ما أزلت يدك إلا إذا طلبتها قلت أعطيني الولد وأنا لم أعطيتها تصبح يدي يد إيش؟ تصبح يدي يد غصب تصبح يدي يد إيش؟ إيش أختي؟ مش جادلة مش فاهم شؤالي يا حدا منكو سرج المفتاح يا شباب الفرق بيننا يعني بتعليش بسطلاحة وكيف الشرح شوفها على المكتة بيكون الناس يعطى أو واحد سرجوا مش عارفينه أو واحد غصوا عاد فيش مصائر ولا شي يعني طيب شو اللي بدك إياه؟ احتيه هو الأحيانا تخطي الشرحة وأحيانا تخطي الشرحة عن الشرحة أشي طبيعي فيه اسطلاح كل إشي لو اسطلاح الشرحة واسطلاح اللغوي طيب أحياناً شرحة واسطلاحة لا نفس الشيء مترادفة هاي نسميها سؤال الأخر بمعنى قصد نفسه أخذ المال أحد وضف نفسه حذر من الهد يحتاج إلى القيم مثال قهر يعني إذا حذر هنا تشتفل معا السرقة إلى حظ معينة إذا أردنا قدراً جرين مني لا لا أخليه زي ما هو السرقة رح يأتينا معنى فيها مختلفة السرقة أخذ المال خفية من حرز له تعريف مختلف أخذ نصاب السرقة من حرز خفية له شروط ضوابط مختلفة كل ما لا يكون سرقة يكون غصباً الذي لا تتوفر فيه شروط السرقة تعدل يد على يد إيش؟ يد غصب السرقة ليست غصب السرقة يترتب عليها قطع يترتب لها أحكام مختلفة وأخذ مال محروق يعني في حرز ومن النصاب وقص السرقة الخفية يعني مختلفة أشياء أختي أسماء كله غصب صحي صدقته بالشركة غصب عام عام يعني يعني مثلاً يعني يدك مجرد أنت استجرت مني سيارة إلى جراش كملت بعد جراش إلى إيربيت صارت يدك يد غصب مختلف مثلاً انتهت المدة ولم ترجح غصب واسع بس هنا كنت أنا زوائد المقصوبة الآن ما دخلت لأني أنا ما أزلت يدك ركزته بس إذا قلت أعطيني الإبن وما أعطيت وما أعطيت صار إيش؟ صار غصباً الله طيب طيب ما شيخنا ومن غصب شيئاً مما له مثل الآن ما تكون أنت مالك له يكون من حقك صح؟ وطالما هذا الشيء من حقك لابد أن أرجع لك عينه ذاته والله أنا كمبيوتر إلك معجبني أضع يدي عليه مباشرة أن ننتقل للقيمة لا إيش موجة النفتة؟ لا صار جريمة على الطاولة جنب الطاولة ورا الطاولة لازل وايه ها 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 لحيان يكون الشيطان الواحد عند صدقاً بخي يعني الشيء بعدًا شوية يستجدوا يعني هندنية كلها مبناء على بطلاء يعني بتجد الشي بتنبش عليه كل شي بعدين تجده امامك طب انا دورت هنا ما وجدته طيب فهذا الشيء اذا اخذت مني تليفون ثم تعطيني قيمة لا لي حق في العين انا انتهينا فهلك في يدي فعليه ضمان مثله بس اذا ما هلك لي حق ايش في ذاته ان كان له مثل فعليه ان كان له مما لا مثل له فعليه القيمة نحن الاشياء يا اما مثلية يا قيمية المثل ما يكون له امثاله في السوق ما يكون امثاله في السوق بلا يعني فرق تيعتد بها يعني الفرق ما بين هذا العين وهذا العين شيء ايش يسير ونقول هذا مثل مثل الشيء قيمية البيض جعلو ايش مثلي قال وعلى الغاصب يرد العين المخصوبة اذا هلكت يرد المثل او القيمة صح بس ابتداءا قبلها مفروض اذا كانت العين موجودة ايش يعمل رد العين طب ادعى هلك انا قلت العين هاي هلكت حبسه الحاكم حتى يعلم انها لو كانت باقية لأظهرها يعني بيضعوه في الحبس وبنظر له تعرف الحبس يعني الان او فيما سبق عادة نكون في الحبس يعني اشخاص جيدين صح؟ فبجرد ان تدخل عندهم تعترف بكل شيء فليست سهل حبسه شو؟ يعني حتى لا يدخل هذا الجو يعني البيئة الاشخاص الفاسدين الموجودين في الداخل فتجد ايش؟ يعني ان يبقى ايام شيء مزعج فاذا كان اخفها ماذا يفعل؟ يظهرها ثم قضى عليه ببدلها والغصب فيما ينقل ويحول فاذا الغصب يكون فقط فيما ينقل ويحول العقار لا يجد فيه غصب ليش؟ فهلك في يدي في يده لم يضمنه عنده العقار اخوة احنا قلنا ازالة يد محقه واثبات يد طب كيف تزيل يد محقه؟ قال الازالة والاثبات يحتاجوا الى نقل والعقار البيت والارض هل تنقل؟ لا تنقل حتى تثبت يدي وازيل يدك هذا يحتاج الى ايش؟ نقل فلعدم وجود النقل فيه ابو حنيف قال لا يغصب العقار لا يغصب ايش؟ العقار محمد قال يغصب يضمنه وما نقص منه بفعله وبسكناه الان انا لا تعد يدي يد غصب ولاحظوا العقار نسبة الهلاك فيه كم شيخنا العقار لا يدر جدا يعني لا يدر جدا انا الان يدي يد امانه ولو اخدته فالان لو ضربت فيه شيء تسرت الباب تسرت الزجاج اضمن صح؟ بس ويدي عليه لو حصل فيه هلاك اضمن على قول ابي حنيفة لا يضمن لانه ليست يده يد غصب فيه هذا في العقار بسبب عدم وجود النقل لانه فهم ان الغصب يحتاج الى نقل وما نقص منه بفعله وبسكناه ضمنه في قولهم جميعا انتهينا واذا هلك المغصوب في يد الغاصب انتهي مثلا يكن من قضية العقار وانه لا يقع عليه الغصب لعدم النقل ويقع على غيره لكن اذا هلك شيء فيه يضمن هلك شيء فيه يعني بفعله واذا هلك في يد الغاصب بفعله او بغير فعله فعليه الضمان هلك ما هو المغصوب لان يد الغاصب على الشيء المغصوب يد ضمان وان نقص في يده فعليه ضمان النقصة كانت الشاق متى ميتين صار قمتها الان مئة فاهمينها فعليه الضمان حتى في هذه الصورة ما شيء نمشيه من عنده سؤال الله من عنده سؤال طيب جواب نفترض انه كسر شببيه كسر ابواب في العقار بدفع قيمة هذه الابواب الشببيه هاي معنى هاي نقصة ومن ذب حشاتا بلا ركز هاي فيها ما هي الاحكام التي متعلقة بذلك يحضروا لانفسكوش عشان تصحوا كمان انت يعني هاك ميه كمان ننسى ومنصح لهم يعني شاندي حلين يشرب شاي قهوة لو يصح طيب الآن ما شيخنا قال من ذبح شا شا تغيره من ذبح شا تغيره فمالكها بالخيار يعني شا ليست لي لكا طبعا انا ممكن اخذتها عمده ممكن خطأا ظننتها شاتي فهمناها فالنتيجة كله ايش غصب اذا كنت تعمدته نعم فيه اثم مؤاخذ بس اذا كنت اخطأته ممكن مثلا ارض لكي وجبت مساح صاحي كثير قال لي هاي ارضك بدل ارضك وبنيت وبعد البناء هاي بتحصل كثير بعد البناء تبين اني انا باني في ارض ايش جاري والارض ثمنها مئة الف وانا بنيت بيت كلفني خمسمائة الف قصة صح فهذا غصب انتوا لحطوا الغصب اوسع ها واسع كله هذا غصب سيأتي معنا حكم مثال يعني فالان امامنا ذبح شا ممكن يكون عمدا ممكن يكون خطأا ذبح شا تغيره مالكها الان مسكن بنظر شا مذبوحة وكان مبسوط على حلباتها والامور ايش ايش نعطي مالكها الان؟ قال ان شاء مالكها ضمنه قيمتها قيمة الشهاي 200 دينار تفضل وسلمها اليك خلص تفضل وان شاء ضمنه نقصانا يعني هي قائمة ثمنها مئتين بس مذبوحة مئة وخمسين ليش احيانا المذبوحي انها يرجع للسوق يعني قيمته اقل عادة لانه ممكن انه انا الشهاي استفيد منها من شعرها من لبنها من كذا فالان اصبح ما في منفع عندي غير ايش اللحم اللحم مثلا طب مش هذي يعني كونفرومة اذا انا صاحب الشام موذبحة ايش يا شو بده نعملها هون الذبحة الغاصة انا الان ذبحت شاتك مضبوح مش عارف اظنيت عندي شيء مثلها طب ذبحناها افرض انه كان متعمل ذبح خلينا الان حصل الذبح وكان بيها طب الان حكينا لك انت يا عمي مخير يا عمي بتدفعني قيمتها صح وانا باخدها اعطنك حقك وانا ما اعطنها اذا كان متلي او قيمة صح خلط وايضا انت مخير باشي ثاني توخدها انا اخدها اخدها صاحبك اخدها وانا ادفعلت مقصان ما بين قائمة ومذبوحة طب شو دللناك يا شيء خلصنا الصورة الاولى اذا في من ذبح شاء رأينا المالك له خيار احد امره طيب خرقت نعم المالك صاحبها مش الغاصب المالك صاحبها نعم دفعنا شيخة انشاء ضمنها ونقصانها دفعنا فرق الحليبات وانشاء ضمنها شيخة ها دمزع الصفحة برميها اعطيني حل اخر احنا اعطناك حل واحد ذبح شات اخر قلنا يا اما كذا يا اما كذا صاحب اتفضل اعطوني حل مثلا فاعطنا يعطنا محلول هما يعني بس بنيحكي عنهم صاحب يعني نتيجة انا اعطيت حل عندكم حل غيره طب امشوا خرق ثوب غيره خرقا يسيرا ضمن ايش نقصانه نقصانه يعني السجارة شوية لذعت الثوب عندك صورة جوزة انا لذعت الثوب الثوب مثلا لب انا ما حاجة تخطاقه عملت فيه شوية لون يعني طيب هذا الشيء اليسير لاحظ اذا شيء يسير مع الثوب بالنبس بس يا عمي كنت تروح فيه على المناسبات المناسبات صرت نص المناسبة تتروع عليه يعني اللي تمشيها يتحال يعني بطلت تروح فيه على المناسبات صور تروع تزور اختر فالان الثوب نقص كانت قيمته مثلا كانت قيمته مئة دينار هاي الثوب اصبح الان فعليا ساوي سبعين دينار ساوي خمسين دينار يعني ما عاد تقضي فيه بتذهب فيه بس ليس بهيئته الاولى طب كم فرق بين الاولى والثانى خمسين ثلاثين دينار تدفع هم فيه حاجة ففرقنا ما بين الخرق اليسير والخرق الفاحش الخرق الفاحش ما عاد هذا الثوب الا ينلبس في البيت خرجوا عن منافع ما عادي ساوي اشي لحظتمها وانخرق خرقا كبيرا يبطل عامة منفعته فللمالك ان يضمنه جميع قيمته انا عاد والله فيه ثقوب هاي صار مصطوب يعني مستهلك شيء من عينه قبل قليل لأ يعني توسخ ووسخ مثلا بنضفش مكان البنت به بشوفه لكن يمكن ان يلبس لكن ليس بالهيئة الاولى صار ضمان مقصان لأن ازال منفعته عامة منفعته انتقلنا الاش ما شيخنا جميع القيمة جميع القيمة أنا خاف الشاي نتبع على هاي نكون استفدنا بس بس لابس الثوب انا فعلت فيه هذا الفعل بس بدنا يكون هذا الفعل ايش يعني ماشي حتى لو كان خطأة اتحمل في الخطأ والعامة اتحمل وفيما لو انا كن لبست قميصة لبست ثوبك وفعلت فيه هذا الفعل ترى في الحالتين والله اعلم ما نشترك عادي التقصير اذا كان في الهبان يعني انت ثوبك الان حتى لو انت كنت لبست ثوب وانا بفعل مني فعلت في ثوبك هذا الفعل اتحمل صحيح نفس الشيء لا يختلف الله اعلم يعني الله اعلم انا ما رأيت يعني فيها طيب واذا تغيرت العين المقصودة بفعل الغاصب لا الان نتكلم العين كانت شيء وصارت شيء اخ حتى زال اسمها وعظيم منافعها زال ملك المغصوب عنها وملكها الغاصب الان حالات قبل قليل لحتم قلنا ضمان نقصان ضمان جميع القيمة رأيتم مخيض الان اذا ازلت عامة منافعها ملكتها كغاصب وعليك ان تضمن القيمة الكامل لها ثم اضاف عليها شيء ديانة وضمنها ولم يحله الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها في هذه الحالة هذا الامر الاخير ديانة امام الله انت ملكت لان قضاءا لانك ازلت منافعها لكن لا يجوز لك ان تنتفع حتى تدفع امام الله عز وجل اعطاك مثال قبل قليل قلنا غا شاغ ذبحها لان انظر شاة فذبحها انظر ضاف وشواها وطبخها الان لاحظ قبل قليل اصبحت منفعة لحم ويمكن انتفع الان لا انت طبختها صار ما في الا هالمنسب هل لها طبخها هاي هو ما لا يأكلها هو لا يريد ان ينتفع في شيء اخرى صح فاذا غصبت شخصا ركزوا وذبحتها وطبختها اصبحت مالشا لها بس لا يحلك ان تأكل حتى تدفع تحمناها زالت عامة منفعتها حنطة وطحنها حديد وعمل منه سيف اتخذه سيفا او صفرا فعمله آنيا نحاس صفرا هذه الحالات مشيخنا صار ايش مالكا الا ان يدفع ايش بدلها والارضاع يرضيه يدفع بدلها ويرضي في الاسفة المشتوبة عندكم مشيخنا اه مشيخنا اه كويس الامور وان غصب فضة او ذهبا غصب ايش مشيخنا فضة او ذهبا فضربها دراهم او دنانير لو حضر كورسي اعلى من هاد هاد واضي مو زعي جميل عادي عملنا استيديوهات وصاروا مكاتب اه اه وجبنا تراسي فخمة فاخرة هاي الغرفة صارت السديوه لنا يعني اه هاي صارت لنا هاي سدي الحنفي سارة كم ثلاثة نعم ثلاثة ثلاثة عملنا اه ثلاثة 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 كورسي التاج هادو بسموه فخمة كورسي العرش اه طيب وان غصى غصى آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند ابي حنيفة ابو حنيفة الان الذهبوا لفضة خاصة قول ما بتغير يا عمي لانه كان حلي حلي ولا كان آنية ولا كان سبائك في زكاة فهمناها يعني تجب فيه الزكاة والاحكام فيه لا تختلف له قيمة عالية وكذا ابو حنيفة قال ولو ضربه لا يملكه عند الصاحبين قالوا فيه الان صنعة معتبرة لا لا كورسي زيغضو الأحسن بس جهدوا واحد يحترم سادة الخربان اللي هذا تأمن عند الصاحبين ايش حكوا عند الصاحبين شو حكوا مشيخنا عند الصاحبين قالوا فيه صارت صنعة معتبرة يعني اعطيت مثال انا غصرت منك خشب فصنعت منه طاولة خشب فصنعت منه ايش طاولة ما الحكم الان صار فيه صنعة معتبرة فصرت مالكا له صرت مالكا وعليك ان تضمن ادفع لك قيمة ايش الخشب او اعطيك مثله الان طيب في الذهب والفضة ليش ما عملته ابو حنيفة يقول احكامها لا تختلف عن بعض الصاحبين بقوا يقول فيها صنعة معتبرة ذلك عندهم يأخذ المقصوب منه مثل فضة مثل فضته وذهبه تبرا ولا سبيل له على ما صنع عند مين صاحب ابو حنيفة يبقى له سبيل على ما صنع خسرها الغاصب خسرها الغاصب خسرها الغاصب خلص انا ولو صنعت من الذهب الذي اخذته مني حلي اذهب اخذ الحلي عندها بحنيفة اما عنده ملأ ملكه الغاصب ويدفع له القيمة او المثل الان ما شيخنا اعطيك مثال قديما يبنون الان كثير من الدول يبنون البيوت من خشب نحن الان حديد اتامل انا اخذت حديد بالخطأ حديد لك غصبت وبنيت قيمة الحديدات الف دينار والبناء ثمن ومائة الف معقول نهدم البناء مائة الف عشان الف دينار حديد فهمينها فهمينها قديما ساجة هذا نوع خشب وضعه في البناء ثم تكلف البناء فهي جزء قليل واحد بالمئة من ايش من البناء لذلك قال ومن غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها هاي حالات لحط يزيل ملك المالك هذا سؤال بطلع جميل في الامتحان اه اذكر خمسة حالات يزول ملك المالك فيها ولزم الغاصب قيمتها عند مين ابي حنيفة فهمناها اه مشايخي شيخاتي فهمناها يعني يزول فيها ملك المالك في الغصف طيب نمشي نمشي غصب ارضا قلنا قد يكون انتبهوا الغصب اذا كان قصدا عمدا يأثم ممكن يكون خطأا نعم لا يجد اثم نحن الان ليس بحثنا في الاثم بحثنا في الدنيا قال نعم لا تغصب صح بس لا انظر لا 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 على قول بيحنيفة ايضا ومن غصب ارضا فبنى عليها بس هناك الغصب في الارض انه لا يضمن ان هلكت فقط بس بحثه بالضمان في الهلاء صح طيب مشايخنا بس بعد ما تخلصوا لازم ترجع كل الغرفة كرسيها فيها لانه الرقمات الكراسي لازم عن نفس الرقم بضل ايوه هي بتطلع لفور شوي نازف الارض طيب يا رب ومن غصب ارضا فبنى عليها او غرسة فيها قيل للغاصب اقلع البناء والغرس وردها فارغة غصب ارضا فبنى عليها او غرسة زرع فيها الاشجار بنا فيهم يقول له تفضل وردها هذا الكلام الان فيه خلاف اه قال اقلع البناء والغرس وردها فارغة وان كانت الارض تنقص طب الان قلنا له ارجع الارض صح لا تنسوا قديما ليس مثل الان البناء ليس معقد والان في بعض الدول ليس مثل لا عندنا البناء معقد يعني سهل البناء ليس مثل عمان تجد البناء تذهب الى مناطق يعني البناء كله انفرادي يعني كوخ يعني فقط وطابقين والسلام فسهل يعني فسهل يعني البناء ليس هذه الكلفة الكبيرة واحد واثنين يمكن فكهوا يعني ليس قواعد والسور والجلق اللي عندنا لا 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 نصور بهذا البناء لا لا ليس هكذا دائما البناء الان حتى اكثر البناء في الارض ليس مثل البناء عندنا اه فقط البناء العمارات تجد المجمعات الكبيرة في الدول هكذا اما البناء الشخصي لا اه اشي مختلف يعني طيب فالان بنا في ارض غيره او 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 زرحها من كله لا رد الارض ان كانت الارض تنقص بقلع ذلك الارض تنقص بقلع ذلك ما الحكم للمالك ان يضمن له قيمة البناء والغرس مقلومي ويكون له البناء والغرس يعني انت غصبت ارضي ووضعت فيها بناء او وضعت فيها غرس لو انك قلعة رح تنقص الارض استطيع ان ااخذ منك البناء والغرس جبرا بس اعطيك قيمته مقلوعا وهاي شرحناها قديمين تذكرون لاحظة انا اخذت الان ملكه جبرا بس لانني اتضرر فهمناها طبعا الان في قضية البناء هنا لم نذكر النقاش هذا بس مذكور في اللباب وغيره يوجد تفصيل اذا كانت قيمة الارض اكثر من قيمة البناء وكذا فهمناها في مثل هذه الحالة ممكن ان اخذ بقول اخر في المذهب عندنا بحيث يبقى الارض لمين للغاصب ويضمن للمالك القيمة اول مثل فهمناها فهمناها ما شيخنا اعتبقى ومن غصب ثوبا فصبغه احمر او سويقا لاحظ ثوب قيمة عاش وضعت عليه صبغة فصار جزء من مالك على الثوب سويق طحين وضعت عليه ايش سمن فاختلط مالي بمالك انتبهتم فصاحبه انشاء ضمنه قيمة ثوب ابيض ومثل السويق وسلمها للغاصب صح يقول له اعطيني مثل قيمة الثوب اخذ هذا الثوب او انشاء اخذها وضمن ما زاد الصبغ والثوب من اخذها المقصوب منه يا اما الغاصب يأخذ ويضمن له الغاصب قيمة الثوب واما ايش يأخذها المقصوب منه ما زاد الصبغ والثمين فيها شيء سهلا سهلا طيب من غصب عينا فغيبها ما رأيكم عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب من غصب عينا فغيبها اخذت سيارتك وخبأتها انت كمالك ضمنتني الان ايش لو سمحتم قيمت السيارة ملكها الغاصب انا اخفيت العين اتفقنا ادفعلك ايش القيمة الان بدفع القيمة اصبحت مالك لها من الان مش موجودة صح وانا حبست او ما شابه ذلك والنتيجة الان دفعت لك المثل او القيمة صح طب كم قيمة السيارة اللي غصبتها القول في القيمة قول غاصب لانه ينكر الزيادة والقول قول ايش ما شيخنا المنكر مع يمينه الا ان يقيم المالك البين باكثر من ايش من ذاك المالك يقيم البين اكثر من ذاك يا اما انا يا مالك اثبت ان قيمتها كذا وكذا واقيم بين عليه او ماذا نعتبر ما شيخنا قول الغاصب مع يمين قول الغاصب مع يمين ما مفهومة قول لا مش قول الغاصب قول المقصوب منهم مالك او صح انا عكس اما بينت المالك او قول الغاصب صدقت فان ظهرت العين بعد مدة هاي السيارة طلعت وقيمته اكثر مما ضمن ضمن خمسة قيمتها ستة وقد ضمنها بقول المالك مش قول الغاصب المالك قالوا قيمتها كذا واخذوا به او ببين اقامها المالك او بنقول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك لان اصلا هي بقولك صح لاحظ قال بقول المالك او ببين اقامها المالك او ايش بنقول الغاصب هاي الحالات هل يدفع له زيادة لا وان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخير ان شاء امضى الضمان وان شاء اخذ العين ورد العواض ان شاء امضى الضمان وان شاء اخذ العين ورد العواض مفهوم الكانا انا شرحت لانه ما بعرف رأيت الامور سهلة واضحة ما رأيكم لان هنا بقول المالك وهنا بقول مين ان شاء امضى الضمان اللي ضمنها بالاساس مع يمينه صدقته 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 احكيه شيختي ان شاء امضى الضمان المالك الان بالخيار ان شاء امضى الضمان يعني يقول له اضمن لي الضمان السابق اللي هو دفعه يبقيه كما هو صح وان شاء يقول له ارجع لي العين وخذ العواض الذي دفعته لي لحظت ام يا ام بمشيها زي ما هي يا ام الحالة الثانية يرد العين ويعطيه العواض ما منقوله يدفع الفرق صدقته يا الله لو دفع الفرق ايش سيدي هذا قضاء اذا اطراضي احنا في التراضي لو اعطاياها كلها ما منتكلم هنا بحثنا عباراتنا كلها عبارات نزاع عبارات نزاع القاضي ماذا يقضي هاي كلها للشيخ احمد عبارات عشان نتبقيها يلا وولد المغصوبة ونماؤها يعني هذا الابن لشال البقرة نماؤها نماء نماء الغصب ثمرة البستان نماء اللي نسميه السمن ما رأيكم ثمرة البستان المغصوب امانة في يد الغاصب مرت معنا ليش؟ لانه لم يزي اليد بحقه طبعا هذا ان لم يطالبه بدفعها اما اذا طالبه ولم يدفع اصبحت يده يد ضمان انهلك فلا ضمان عليه الا ان يتعدى فيها او يتعدى فيها طبعا اذا تعدى يضمن ليش؟ لان يد الامان بالتعدي تصبح ضمان يد الامانة بالتعدي تعدي هذا الشيء قتلها تعدى عليها ترك فهمناها فعل اي شيء فيه تعدى منها الثاني يطلبها مالكها فيمنعه اياها حال الثاني الماء تخلوا ارجحها ولم يرجحها تحولت يده الى يد ايه؟ يالضمان يالضمان ايش يا اخي؟ كيف نفرق بين نماء فعليا قيمتها اكثر يعني نحن السيارة السيارة لكن غصب بقرة نفس الشيء لم نتكلم عنها انها صارت نمت بس هي قيمتها اصلا هكذا يعني انا ضمنتها على اساس قيمتها الفين لا اتبين عندما ظهرتها قيمتها ثلاثة الاف تبين عندما ظهرت عندما ظهرت وليس بحثنا انها نمت ليس بحثنا انها نمت وما نقصت الشا عندكم؟ الشا ولا الجمل مش موجود عندكم؟ خلاص عبيد كلها انسا خلاص عبيد تصبح بس عبيد هاي نسأل بس سريعا الجارية يعني لها قيمة في ذاتها الان تعرف جمال المرأة بعد الولادة ماذا يحصل به؟ ينقص يعني فالان هذا الجارية الان كانت اول شي بكر ومش حامل وكذا فالها قيمة مثلا الف وخمسمائة دينار الان بس ولدت نقصت قيمتها هي بالولادة تنقص لان نتيجة الحمل وبعد الحمل يصبح البطن فيها هيئات معينة هيقل جمالها فتصبح بدلا ما هي الف هذا السوق بحكي يعني مش احنا يصبح قيمتها ايش؟ الف طب هذا الولد اللي انجبته يعوض نقصة يعوض نقصة قيمتها ها مين المسألة؟ ها مين على الطريق؟ كيف؟ ها مين على الطريق؟ شعون المسألة؟ فما بتصلحش لا غير اشي لغير الانسان هاي المسألة بكتور انه ما ما ايو حق المالك فيه لانه ما ازال يد الراسل ما ازال لا اله حق فيه بس يده يد امانة فقط يعني العين وما ينتج عنها من حق هي ملك الاصل ملك لمن؟ للمالك والغاصب بس يده على النماء يد ايش؟ امانة وليس يد ايش؟ ضمان بس قال ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه الا ان ينقص باستعمال باستعمال فيغرم النقصان مين اشرحها؟ انا غصبت سيارتك غصبت شاتك غصبت شقتك لا خضر غصبتك طبعا بعض اعتبر انه بناء على انه نقول المنفع ليست بمال قلت لك في مذهبنا مال وليس بمال مال ان كان في عقد ليس بمال ليس في عقد فانان منافع بناء عليه لا تضمن لانه ما في عقد فانا مثلا غصبت سياره اليك بقت عند اسبوع هاي سياره كلهم ادفع عليها اجره ثلاثين دينار لا ادفع فلا اضمن ولاني يد يد اصلا ايش ضمان فلا تجتمع الاجره وماذا والضمان فبالتالي احنا المنافع عندنا لا تضمن بالغصب المنافع لا بناء على انه لا يجد عقد فالبحث يرجع لبحث ايش ليست انها مال او ليس لانه لا يجد عقد حتى نقومها لا يجد ايش عقد طب اذا كانت سيارتي هاي اصلا للتأجير هاي شقتي للاستئجار نسميها مستغلة شقة يعني عقار مستغل او مغصوم مستغل وانت غصبته تدفع تدفع المنافع ليش لان غصبك له بمثابة العقد عليها تدفع عجلت ايام اذا كان مستغل تهمتوها اذا بحث ليس بحث انه هاي كل المعاصرين انا في ظن بيخطؤون في فهميها يعني عندما يشتروحوا عند الحنفية الحنفية يقولوا المنافع ليست ايش اموالا طب والله بيحكرونها مال يا ابن الحلال والله بيحكرونها مال ولا احد الرسائل اللي بتكون مصارف اسلامية دائما بتعرف ما نستفيد منهم حولنا اما اعيان او منافع انت تتكلم عن جزء هائل جدا اول مقال الحنفية لا يقولون بان المنفع مال طب شو معنك لهم والله ما حدا فاهز الموضوع لا يرجع المال الموضوع يرجع عقد او غير عقد بدليل عندما كانت مستغلة جعلنا غصبك يقوم مقام العقد عليه لان هاي معروفنا مستغلة وانت روحت اخذتها معناها اخذك لها كالعقد ايش عليها فتضمن منافع مثال يهمنا مشيخنا فيغرم النقصان الا ان ينقص باستعماله ولا منافع ما غصبه الا ان ينقص باستعماله فيغرم النقصان طيب واذا استهلك المسلم خمر الذمي واضح مشيخنا هاي قضية يضمن الغاصب منافع ما غصبه واضح اه الا ان ينقص باستعماله الذي ينقص بالاستعمال العين ترى ليس المنافع صح فيضمن ماشي واذا استهلك المسلم خمر الذمي وخنزيره وضمين قيمته لانا بالنسبة للذمي ايش يا شيخي مال وان استهلكها المسلم على المسلم لم يضمن استهلكها المسلم على المسلم يعني انا خمر اليك وانا ايش عملت فيه اهلكتو استهلكتو لا اضمنك لا لا يضمن لعدم تقومها في حق المسلم ايه تخلصنا من الغصب هاي الحمدلله الغصب طبع سهل والله اه الحمدلله سلك اللي بعده ولا ايشي سهلات حلوات بس هو بالنسبة للموجود اللي بعده لقا يعني لطيف على الاخر يعني لقطة ولقيط وعارية اليوم بتروع على الخمسة ان شاء الله او بتروع على عشرة اما شيخنا اشخات كيف الامور السلام كيف الامور كويسة سهلة هذا الكتاب جدا مبارك ترى ما تستهينوا هاي حنا ناخدها مزح بس ترى هاي المسال تعتبر اسس هذه الابواب الاسس القواعد الاساسية لكل باب تقرأ بعد القدوري عشر كتب بتجي بعشر كتب مبنية على مثال القدوري دا احكي لكم قصة عشان تفهموها لديش هاي المسال نقرأها اهم مهمة انا دائما بكرها هاي القصة سيارة فورد شو دخل فورد اتراجعت مبيعاتها فاستغربوا يعني سيارات مبيعاتها حريبية يعني وموك للسوق كله فورد اتراجعت اجتمعت يعني المدراء في الشركة واتفقوا يبعثوا وفد من عندهم لمين لشركة اتيوتا وامريكا واليابان علاقة في يعني تواصل قوي هي مستعمرة امريكية بس يعني يعني في تواصل قوي فذهبوا هذا الوافد لمصنع اتيوتا فكل ما يحصل مشكلة في شي معين يعني اثناء التصنيع وكذا تجدل بجتمع المدراء الاسئل في الفنيين وبتناقشوا بيجدوا حل اذا ما وجدوا حل يعني في المناقشة بقولوا بنرجع للكتاب فتكرر كلمتهم يعني كل ما تعلق محهم مشكلة عدة مرات راح نرجع للكتاب فالبعث اللي ارسل لهم بيسألهم بقولهم انتم يعني عندما لا تقفون على حال في مشكلة معينة بتقولوا نرجع للكتاب اي كتاب هذ راح ترجعول عشان تحلوا المشكلة قالوا كتاب اللي يألفوا فورد صاحب الشرقة فورد اللي هو بتكلم عن مبادئ السيارة حركة السيارة فهو الكتاب هوم ألفه وهو يعتبر مرجعية في بناء السيارة فنحن بس نقف لنقطة مش دادرين نحلها وكذا لازم نرجع للأساس نشوف شو الأساس في بناء السيارة فنرجع لها فاهمين انتم الكلام الشاهد كان هذا ترى التجويد نفس الشي كل العلوم هكذا ونحن نظر الوهبي المحترمين اللي طلعونا اللي هما ضيعونا الأساس والمبادئ فاهمينها يعني كل اشي فنحن الآن في الفقه الحنف استقن هذا الكتاب بس جاء صاحب الهداية صاحب الهداية من أعظم علماء الحنفية بس جاء يشرحوا قال يعني وجدت كتابا فيه جمل جامعة لأصول الأبواب يعني ما وجدت كتاب احتوى المبادئ الرئيسية في الفقه كما احتوها مين القدور فاضاف له بعض مسائل من الجامع الصغير وسمى بداية المبتدى وشرحها في الهداية الذي يعد أعظم كتب الفقه على الإطلاق ما أقول له بالفقه لا قبل ولا بعد كتاب ايش بوزنه اللي هي الهداية عرفنا؟ فهذا المسائل تعتبر مبادئ الأبواب انت بتشوفها هيك سهلي ومشي حالك لكن لا هي الأساس هي القواعد إذا تمكنت من فهمة صحيح وضبطتها حقيقة طبعا ما بتستطيع تفهمها إلا تقرأ بعدها خمس كتب يعني تتمكن تتشربها تعرف ليش هي هيك آه هذا هيك هذا هيك في البعض الناس بروح يقرأ القدور عشان يدرس القدور لا يعني بتقرأ ثلاث كتب بعض القدور عشان تستطيع تدرس إيش وإلا بتصير تشرح بعبارة على ظاهرها هيك آه هيك آه مش على مبدأ التفكير يعني لائز منها مبدأ تفكير كيف بنيتها فلا أساس يعني فهو الآن بس تنظروا ليشتاب الغسل أعطاك يعني مفاصل فيه مفاصل إذا كده كده وين أشياء رئيسية بيّن لك إيش شو حلها رح تجد الكلام اللي بعدها كله إيش تفريعات وتفاصيل إيش عليها وترى هاي الطريقة اللي هي اللي جعلتنا ننجح في الدراسة أو أمتنا نجحات الآن الدراسة الجامعية في الشريعة ما بيدرسوا مبادئ بيأتوا كتاب معاصر قالوا 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 وقلنا بعدها فيش مبادئ هذا مش صحيح الصحيح إنه ترجع في العلم لمتن المتن معناه جمع قواعد العلم الأساسية فالطالب مش يكثار هنا المساعة ترى القدور كله انتوا هذة أربع مجلدات لأنه مع الشرح بدون شرح كله الأربع مواد سبعين صفحة صغير يعني صغير هذا الآن كبير لأنه مع الشرح لو زلت الشرح بطلع له عشرين صفحة بس يعني فبس أحيانا ما باحد منكم يقول إنه واحد يلخص لنا بدون هذا عاقل أو مش عاقل يعني يعني بس باحد يقول لك تلخص إيش يبدو حلالة مو هذا الله فتح عليه ولخص لنا العلم انت باقي إن المسائل موجودة تفهمها كم بنيت بس واحد يقول لنا نلخص كيف تلخص إيش يعني فبالتالي صار عندنا مبادئ فحتى أنا العبد الفقير بس أنشئت كلية المذاهب هذه الفكرة تلخص العبد الفقير يعني أنا اللي سويتها فأنا طرحت زهيد يعني كانت الفكرة بقولهم يعني لازم نمشي على الطريقة القديمة اللي هي دراسة عموم ثم خصوص نحن نسميها يعني أول شي ندرس المسائل كلها من متن كعموم ثم هاي المسائل الخصوص نبدأ نفرع ونفصل عليه الآن بعد ما نقرأ القدرة نذهب للاختيار نذهب لشرح الوقاية نذهب يعني تفاصيل يعني يوم مثلا قرأنا الوقف نصف ساعة صح عنا قدرة الآن فصل قادم ندرس ولاحظ نصف ساعة على ثمانية واربعين ساعة بس أنا عرفت مبادئه فبستطيق إيش أعمل أتوسع فيه أتوسع هذه كمنهجية مش موجودة تركوها المعاصري تركوها تماما كل شي شروط أركان ساعة إيش يا عم لا بدنا نرسخ أول شي ايش يا شيخي المبادئ المبادئ بس ترسخ في القلب المبادئ ثم الطالب الآن صار عنده بس يبدأوا مع الطالب الحرف ثم بعدها الكلمة فأنت الآن رسخت عنده المبادئ بعدها بتبلش إيش الزيد عليها الزيد عليها فهو عنده أساس وقاعدة وإيش بصير بناء تراكمة الآن في الدراسات الجامعية هذا مش موجود نهائي بتجد الشخص بتخرج من كلية لغة عربية وأخش ما بيعرف يعرب لأنه ما في بناء تراكمة بنتهي من كلية فقه وصدقا لو انتهى من كلية شريعة فقه ومعادل تراه ومش دارس في هاي الطريقة أبدا أنا لو قلت لي يسأل في الوضو بقولك لا يصدح يزعل ما يزعلش هذا شأنه بس هو لا يصدح لأنه ما عنده بناء عنده معلومات ايش معلومهن معلومهن فيش بناء فيش أساس وقاعدة فيش مرجعية عنده في العلم يرجع لها ما في مرجعية بتشتت فدائما يكون عندنا قواعد وأسس ننطلق منها مثل ما حاتيها بشرفة فورد لاحظوا كتاب ومنبنى عليه هذا العلم كذا يبنى إذا ما كان زهيت الآن دراس الجامعية ما في هذا الشي ما في هذا الترتيب فبتجد شخص وإن أكمل دراسات عليا وكذا وكذا بس هو على الأمة وليس للأمة صار عبئ ليش لأنه ما عنده مبادئ صحيحة في التفكير خلص أنا بستراجعني بقول لك الأركان في الوضوء أربعة النواقق سبعة مثل السنن عشر خلص هذا أساس هو ما عنده أساس ايش الأركان تهمينها؟ فبالتالي كيف داستفتيه في الوضوء هو ممكن يحكي عن ناقض مش ناقض عن ركن مش ركن عن سنة ما عنده تمييز لا أنا خلص واضح هذا هيك 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 مفهوم بس هو ما عنده أساس فهمينها أساس تفكير ما عنده فذاك أصبحت هذه الدراسة وبال وبال على الأمة فيها مهلكة بس أنتول برجعلكوا أنه في كل علم لابد أن نرجع به إلى إيش؟ أسسه بدون أسس علم بدون مبادئ ودول محترمين الآن طلعون في السوق يعني ما في أسس ما في مبادئ ما في مبادئ بس كان ما في مبادئ صار الإسلام بس لحية وثوب وطدية وكشرة وكبر ودطع رؤوس لأنه ما في مبادئ في الشيء صحيح مبارح بس ما على هذا صالح مشهور عنه صالح مشهور اسميه؟ صابر مشهور يبيحتي عن شخص مشهور عنه في الفلد التي عرفوه وكبر بقول أنا اتتمثوا بأنه أنا الآن دقرب السن للعوام في مواجهة أعداء السنة من المذهبيين؟ من المذهبيين؟ من المذهبيين؟ من المذهبيين؟ والأشاعر وصوفية وغيره؟ صحب صحب وصلي له هذا؟ صحب وصلي له هذا؟ لا 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 بيحتي عن الشخص اللي عندنا مات في الأردن هذا؟ أعداء السنة لحظة اللي جعلوا من السنة قواعد ومبادئ وعلوم هم أعداء السنة هؤلاء المتلاعبين اللي ضيعوا الإسلام وجعلوا عبارة عن إيش حركات متطرفة إرهابية أعداء السنة أعداء السنة أنا قلع اللي حاطت النص بقولت أنظروا أعداء السنة تعرفوا أنت طبعا يلا يا شيخ منهم البهائية باللصص العقيدة عندك تطلع عليهم ما عندك كيف البهائية هي نفس القادر إيصاح القاديان إيصاح ولا غيرهم نفسهم بينهم بينهم فلسطين أحنا في أردن مش موجزيا لا هي فيها في أردن بس أفراد أفراد أما هم موجودين في فلسطين وفي حيفا في حيفا واضح شو بتعرف عنهم يعني هم البهائيين هم نسبة إلى مهائ الدين اللي هم اعتبروه زي نبي من أنبياهم ويعني بديل بديل الإسلام أو بديل البيان الإسلامي بس هم بيأخذوا من الإسلام بعض الأمور منها يعني مشهور أنهم خرجوا من الإسلام طبعا لأنهم جعلوا مثل بها الأحمدية هدول يعني جعلوا جعلوا نبي جديد نعم وصار عندهم تشريعات مأخوذة من هذا الأشخاص سواء الأحمدية والبهائية والقاديانية نعم يعني جعلوا مجرد النبوة وحدة وجود وحدة وجود لأنني ما بقوا على الشريع الإسلامية ما بقوا على الشريعة وصارهم تشريعات يعني وإن كانوا هم ينتسبون إيش للإسلام يعني هذا المشهور من حالهoliسوا من المسلمين ونتسبوا له الشخص وصار عندهم تشريعات خاصة بهم الثاني الصفية الآن لاحظي نحن بنقول الصفية تمثل الشريعة الباطنة شريعة الباطنة الشريعة الباطنة شريعة الباطنة وهي تزكية اللي هي أمراض القلوب لأنه احنا عامة الأفعال الظاهرة راجعة للقلوب يعني نتيجة أنا في قلبي حسد وحقد بصدر مني أفعال وكذا وكبر وتعالي هاي كلها فهي منسميها الشريعة الباطنة الشريعة الباطنة والشريعة الظاهرة فضابطها نحن عندنا في اعتبار الشريعة الباطنة هو موافقتها للشريعة الظاهرة الشريعة الظاهرة هي الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بفهم المداهب الأربعة هاي شريعة الظاهرة عندنا من شريعة الظاهرة المداهب الأربعة ولا يجي عندنا شريعة ظاهرة هو المداهب الأربعة التي تمثل الفهم الصحيح لمن؟ للإسلام للقرآن والسنة فإذا أي شيء بصدر من أصحاب الشريعة الباطنة النصوفية مخالف للشريعة الظاهرة نجوم شكرا مردود لأن هذا خالف الكتاب والسنة بالفهم الصحيح المتوارض في المذاهب الأرض عرفنا الضابط إيش هو؟ يرحمك الله فهناك جزء كبير من أفعال تصدر عنصفية نعم هي مخالف للشريعة إيش؟ الظاهرة ولا تقبل يوجد يوجد أفعال كثيرة الشريعة التصوف من أكبر مشاكله أنه أصلا أمر باطن ولما كان أمر باطن يمكن للناس أن يتزلفوا ويدعوه ولا يعرف حالهم أنا بقول أنا فقه تفضل إيش راح درس فقه؟ ببين بس ذلك بتكلم إيش داخلي طب كيف بدنا نميزه؟ ما منستطيع صح؟ فصار كثير دعاء بدخلون إيش في التصوف فكيف نعرف الشخص أنه من أهل التصوف وغيره؟ بدنا ننظر لحاله استقامة حاله مع الشريعة فإذا وجدنا شخص وقالوا وقالوا من أكبر الكرامات موافقة يعني الظاهر للشريعة يعني شخص أنا صحبته ما وجدته في ظاهره لا يترك الشريعة هذا ولاية من أعظم الولايات يعني ليس الولاية بالكشف إن الله يطلعني على الغير هاي كلها على العكس يعتبروها من الاستدراج فالإنسان لا يقتر الإنسان ولي لأن الله أطلع لا هذا ابتلاء ابتلاء من الله عز وجل الممكن يكون كرامة من يكون إيش؟ ابتلاء ليس شر أبرزها الاستقامة الاستقامة على الشريعة الظاهرة ولا صحيح المشاكلة باحتل خطأ أبرزها الاستقامة على الشريعة الظاهرة مننظر لحاله مننظر إيش؟ لتلاميذه لمن يربيهم هل هم أصحاب صدق واستقامة؟ لأنه بظهر الإنسان أثر في مين؟ في من حوله فهذا دلالات بتدل على أنه إيش؟ صادق أما إذا وجدناه يجمع المال أو النساء حوله آسف الكلمة أو مساعدوني شيء آخر وجاها في عنده تعالي يخالف الشريعة الظاهرة هذا عليه على ماك إيش مباشرة استفاة الآن أنا ما وصلت لهذه النقطة أنتوا صبقتوا أحنا هنا رتزلكم مبادئ التفكير زي القدور يا الآن نأتي فصار الحكم في أفعالهم الفقه الفقه هو الحاكم وليس التصور كل فعل من أفعالهم هذا الفقه وافقهم عليه كان به وإن ما وافقهم عليه ملغي لا نقبل حكمهم هم مقتادوا للشريعة الظاهرة الشريعة الظاهرة من هي؟ الفقه الفقه هو الحاكم في الدين فاهمين مشايخنا؟ ممكن نرتع الفقه في السلوك عادي ما فيها مشكلة نأتي الآن للحركة اللي هي القصة الكبيرة في الأردن يعني الحركة الحركة هل هي ممنوعة شرعا؟ فيها خلاف فقه الحركة الدروشة هذه ليش تعترضوا عليها؟ هاي مختلفين بين الفقهة الصيوطي له كتاب في جوازه شاهد اللي كان ابن عبدين له كلام في حرمتها فالفقهة اختلف فيه هل تجوز الحركة؟ يعني أثناء الذكر أو لا يجوز وطالما مسألة فقهية خلافية هل تنكر؟ لا تنكر فهاي الحركة اللي مقوا من الدنيا عليها هي أصلا مسألة فقهية خلافية الفقهة اختلفوا أقول لي فكتوا كثيرا في جوازها من قبل كبار علماء له فلماذا تقضي من الدنيا ولا تقضي شو طبعا كله يعني مثلا استدلن بعضهم قياما وقعودة قياما هاي حركة مثلا قياما يعني يتمون قياما وقعودة مثلا قياما وقعودة مثلا قال قال بها الآخرين مثل ما تفضلت يعني شيء غير لائق ومناسب وما في عليها فمسألة نتيجة فقهية مسألة فقهية ايش؟ خلافية لا تنكر لا تنكر هي النتيجة هم النتيجة بدهم الشخص يعني في اوقات يعني بهذه الحركة تمنعه من انصراف ذهنه لغير الله عز وجل يعني تساعده في ان يبقى في هاي اللحظات مع مين يعني هي ليست مقصودة كعبادة بالله لا 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 هي ليست عبادة يعني في النتيجة يعني هم يفعلونها الحركة هذي من اجل ان يبقى هذي اللحظات فقط مجدود مع الله فقط فيه هي شيء هكذا من هذا القضي الامر فيها اسهل بس الان نتيجة الفتر الوهابي المنتشر يعني في البلاد كبر من هذي الاشياء فهمتوها؟ عظمها يعني عظمها اللهم بيحكوا عن غيرهم اعداء السنة طلعوا بحني في عدو السنة والشافع ومالك بنا على ترتيب هؤلاء هم افراخ اليهود والنصارى صاروا هم ايش احباب هم افراخ اليهود والنصارى هم اللي صنعوهم صحيح ايش يا اختي فهمتو الفترة ايشية لا يشد فيها صلى انا ما بقدر اقول لجماعة عمرها الف سنة وتركوا انا مين انا بالنسبة لهم صح ولا لا لا اجبارية احنا عندنا بس محطوط في الخطة ايش اختيار بس تخلصيها ان شاء الله بصير تعمل حركة احنا ما في عندنا موضة اختيارية بس في الخطة بكون اختيارية شكلا بس محطوط بس محطوط بس محطوط اينا الاخر بس محطوط بس محطوط بس محطوط من نزيش غير هي عشان تخذيها لا انا شرفت دروسيها انا شرفت جديها من انفع المواد في الدبلوم ان شاء الله هكذا الاثنين نركز فيها تركيزكا فيها منظومة ابن البنصر قسطي اربعمائية وخمسين بيت بتم شرحها عن كل ما يتعلق بالشبه حول التصوف عن بعض الافعال الخاطئ من اهل التصوف بتصحح شو الطريقة كله يتحدد فيها يعني بتدرس في حقيقة التصوف وليس تاريخه همناها هو الاسلام في حقيقته تصوف وتربيه وتزكي يعني قلب يعني بس الان قلت لكم لانه خفي المداخل اله ايش كثيرة واكثر موجدين فاسدين يعني انا بحكي لكم يعني اكثر الموجدين في الساحة مدعين الو مدعين عشان منافع اكثر الموجدين بس ولو كان هكذا هل نمنع من الخير من اجل الفساد كيف هكثر المزدمين الآن حالهم سيئ ولا لا شو دخل الاسلام في سلوكيات الناس اه اه على الاجس الان تجد شعر عند عامة متصوف وتتكبروا العجرة طب شو دخل التصوف هم زيقين ايش نعمل صار طريق لهم بس ما ما معناه نلغي ايش اننا اcheerدت التصوف لانه لابد منه العلاجس هو هم نرغロ ثمانين بالمية من الدين حلو هاي بعكي السلكيات ثمانين بالمية انا لاحظ معادرة اكبر بكيلjem لكيات ثمانين بالمية من علوم الاسلام فقه ثمانين بالمية عن علوم الاسلام فقه من علوم الاسلام بس حياة الثارد ثمانين بالمئة منها تصوف تربية وتزكية بس هي كعلم قليل هي كعلم فيش اثنين بالمئة واحد بالمئة يعني شيء قليل بس هي كتطبيق انت طول وقت ده تبقى صافن كيف تعالج قلبك كيف تعالج نفسك كيف صح ولا لا هاي اكثر اشي بياخذ منك ايش جهده بحاجة تعطيه حقه يعني كلهم ده يعني مع الايام كلهم سيرتع تساعتين ثلاثة الصباح اربع يعني يوميا هذا وانت بتأذكار وانت هذا غير السلوك اليوم المرخفى جزء كبير من تطبيق العملي لحياتنا اللي هو ايش ان تصل لمرتبة الاحسان مرتبة الاحسان هي التصوف تشتغل في التصوف بحيث تعيش لله ونحن وجدنا حتى نفعل هذا بس هذا شو يحتاج جهد كبير